أهلا بكم أعزائي طلبة الطالبات التعليم الفني والحلقة مع حلقة جديدة ومراجعة الباب الأول لمادة التخطيط للصف الثالث قسم ملابس جاسم النهاردة هناخد مراجعة على الباب الأول هناخد بعض الأسئلة هنأخد بعض الأسئلة اللي أتوضح لكم كل اللي احنا أخدناه في خلال الباب الأول أول سؤال عندي بيقول لي أكمل العبارات التالية الدور التنفيذي ويطلق عليه دور نقط ويشمل نقط ونقط ونقط هنا بيجيب لي بعض الكلمات المقصة وأنا بكملها يبقى الدور التنفيذي ويطلق عليه الدور التقليدي ويشمل التخطيط اللي هو الاستكتاب والتسكين التدريب والتنمية التعوضات اللي هي الرواتب والمزايا يبقى التخطيط اللي هو التخطيط اللي أنا بعمله أثناء للعمل أو للمؤسسة التدريب والتنمية اللي هو التدريب اللي أنا بعمله للعملين عشان أوصل لتنمية مهارتهم أوصل للكدرات اللي أنا محتاجها على أساس أن أنجح بيها المؤسسة بتاعتي أو المنتج بتاعي أو الإنتاجية بتاعتي التعوضات اللي هي الرواتب أو الحوافز اللي أنا بديها الرواتب دي بتبقى راتب أساسي لكن المزايا اللي هي الحوافز اللي أنا بديها للعمل أو الموظف عندي ده مكافأة على أنه ممتاز في عمله أو تفوق في عمله والحوافز ده بعمله تشجيع عشان إيه؟ أقدر أوصل للعمل اللي هو الضعيف أو الموظف الضعيف إن هو يستحسن من نفسه عشان يأخذ حوافز زي إيه؟ زميله يعني بيبقى قدوة لزملائه الباقيين الأفراد الأفراد طبعاً إحنا عارفين الأفراد اللي هم اللي بيعملوا داخل المؤسسة إن إحنا بنقول عليهم موارد بشري وطبعاً إحنا عارفين إن المؤسسة من غير أفراد لا تصلح لأن أنا ما ينفعش إن من اللي هيطلع للمنتج لازم يكون فيه عندي إيه؟ أفراد أو عندي عمال أو عندي موظفين هم الأساس في المؤسسة دي فبقول الأفراد هم استثمار إذا أحسن إيه؟ نقط ونقط ويمكن أن يحقق مكاسب نقط الأجل للمنظم في الشكل تعالوا نشوف الإجابة الأفراد هم استثمار إذا أحسن إيه؟ إدارته يعني إذا عملت إدارة إدارة كويسة إزاي إدارة الموارد البشرية أي مؤسسة اللي لازم يكون فيها إدارة موارد بشرية وتنميته يعني بعمله تدريب بعمله مهارة بحصل من أدائه يمكن أن يحقق مكاسب طويلة الأجل يعني طول ما أنا مهتم بالعامل عندي أو موظف عندي بحصل إيه؟ على مكاسب طويلة الأجل زيادة الإنتاج زيادة مهارة العامل ممكن أزود في الأسعار بتاعت المنتج مدام المنتج عندي وصل للجودة عالية المنظم في شكل زيادة الإنتاج طبعا إيه؟ أنا زي ما قلناك أن أنا بعمل زيادة كل ما بهتم بالأفراد بوصل لإيه؟ لزيادة الإنتاجية السياسات والبرامج والممارسات لابد أن تخلق لإجباع الحاجات نقط ونقط للفرد يعني أنا دلوقتي لما بحط السياسة أو بحط برامج لا بوصل لإجباع إيه للفرد؟ إيه اللي أنا يهميني إن الفرد يشبع بيه؟ طبعا الحاجات النفسية والاقتصادية إحنا قلنا إن لازم يكون عندي مكسب مادي ومكسب إيه؟ معنوي المكسب العنوي اللي هو النفسي إن العامل يبقى مشغله ونفسيته مرتاحة عنده راحة نفسية وهو بيعمل والاقتصادي اللي هو المادي إن يكون الأجر اللي بياخده أو المرتب اللي بياخده ده بيكفيه فترة طويلة من إيه؟ من الشهر يعني ما يخلص ما يبقاش مثلا ما بيكفيهوش يبقى كده الناحية الاقتصادية عنده ضعفة يبقى كده مش هيديني الإنتاج اللي أنا عايزه نقط لابد أن تخلق تخلق بحيث تشجع الأفراد على تنمية واستغلال مهاراتهم لأقصى حد يعني إيه؟ يعني إيه اللي بيشجع الأفراد على تنميتهم؟ بيئة العمل لازم تكون بيئة العمل بتساعد الأفراد على إيه؟ على تنمية واستغلال مهاراتهم يعني تكون أنا عمل هيقالهم بيئة عمل صحية نفسية جسمانية بحيث أن العمل يبقى جاي مبسوط وجاي يشتغل مش جاي مكهر مش جاي متدايق لأ لازم تكون بيئة العمل تدي راحة نفسية للعمل عشان العمل ده يديني إنتاج ويديني طاقة ويديني شغل لو هو بيئة العمل مش مناسبة للعمل أو أن فيه كهر أو فيه حسب أنه مش راضي على العمل بتاعه ده مش هيديني إيه إنتاج كويس نقط ونقط الموارد البشرية لابد أن تنفذ وتحقق بطريقة تراعي فيها تحقيق التوازن بين نقط ونقط يعني إيه اللي بيحقق لي التوازن تعالوا نشوف مع بعضي كده برامج وممارسات يبقى البرامج اللي أنا بحطها بتاعت التدريب أو الممارسات اللي هيمارسها العمل لابد أن تنفذ وتحقق بطريقة تراعي فيها تحقيق التوازن بينه حاجات الأفراد وأهداف المنظم يعني أنا البرامج والممارسات اللي بحطها لازم تديني ناتج في الآخر إيه أن تشبع حاجات الأفراد وأهداف المنظمة لازم تحقق لي ده لازم تحقق لي الاتنين دول إتاحة تقنيات المعلومات والاتصالات خاصة النقط والتطور في الفكر نقط ونقط إتاحة تقنيات المعلومات تعالوا نشوفها بقى مع بعض إتاحة تقنيات المعلومات والاتصالات خاصة سورت الإنترنت طبعا إحنا عارفيني الكمبيوتر دخل في كل حاجة حتى الأجهزة عندي بقت بكمبيوتر الألات عندي بقى فيها كمبيوتر فلازم يكون إيه؟ الكمبيوتر ده يكون ليه دور في العمل فبعمل تطور في الفكر الإداري والموارد البشرية يعني ما ينفعش بعندي جهاز كمبيوتر وقعد لسه أكتب الأسماء بإيدي أعمل المرتبات بإيدي العامل عنده مكان الكمبيوتر وقاله لا اشتغل يدوي طبعا لازم أطور الفكر بتاعي ده لازم أدخل التطوير ده عشان أوصل لإنتاج عالي وحقق إيه؟ أحقق الإنتاجات بتاعتي وحقق زيادة في الإنتاج يبقى أنا كده أزود إيه؟ زيادة في الإنتاج أصعب عنصر في منظومة العمل في أي منظمة هو إيه؟ إيه هو أصعب عنصر في المنظمة؟ إيه هو أصعب عنصر في المنظمة؟ تعالوا نشوف مع بعض أصعب عنصر في المنظمة هو الإنسان لان الانسان اي منظمة بدون الانسان مش هتشتغل مش هيبقى فيها انتق مش هيبقى فيها اي حاجة ما يفعش تبقى مؤسسة كاملة كده وما فيهش انسان لازم يكون فيها انسان فهو الانسان هو ده اساس المنظمة دي طب الانسان ده ديت مطالبات لمطالبات كتيرة جدا جدا مسئولية التعامل مع الانسان تنصب في المقام الاول على وظيفة ايه يعني دلوقتي الانسان اللي موجود عندي في المؤسسة دي ايه هي بقى المسئولية الاتجاهي انا كمؤسسة لنحيته تعالي نشوف مع بعض مسئولية التعامل مع الانسان تنصب في المقام الاول على وظيفة ادارة الموارد البشري يعني أنا إدارة المهارد البشرية اللي موجودة في المؤسسة دي هي المسؤولة عن الإنسان اللي عندي العمال اللي عندي الموظفين اللي عندي راحتهم متطلباتهم تغطيلي تكلفهم تغطيلي احتياجاتهم تغطيلي كل حاجة متبهاش هي سبب المشكلة اللي هي في المصنع أو المؤسس أو المنظمة نيجي بقى للتحليل الوظيفي يقصد بالتحليل الوظيفي التحليل الوظيفي ده احنا أخدناه قبل كده ايه هو بقى تعريفه تعالوا نفتكر مع بعض كده يقصد بالتحليل الوظيفي هو عملية جمع وتحليل وتركيب المعلومات الخاصة بكل وظيفة يعني أنا بعمل ايه عملية ايه جمع بجمع بين تحليل وتركيب المعلومات الخاصة بكل وظيفة أنا بعمل الوظيفة اللي عندي دي بعمل لها تحليل الوظيفة دي اللي هيشتغل فيها هيعمل إيه؟ واحد اتنين ثلاث لازم أعمل لها تحليل عشان لما جي أعمل مقابلة مع الأشخاص أبعارف مين اللي ينفع يشتغل في الوظيفة دي ومين يصلح ومين لا يصلح عملية إيه هو؟ عملية جمع وتحليل وتركيب المعلومات الخاصة بكل وظيفة بغرض التعرف على كل ما يتعلق بالوظيفة من حيث متطلباتها وخصائصها وطبيعتها عن طريق الدراسة والملاحظة واستخدام الطرق العلمية الحديثة المتوفرة في هذا المكان يبقى أنا كده بعمل إلمام للوظيفة بتاعتي بعمل لها تحليل علشان أعرف مين الشخص المناسب اللي يجي يشتغل في الوظيفة دي تحليل وتوصيف الوظائف بيشمل إيه؟ تحليل وتوصيف وتوصيف الوظائف يعني أنا بوصف بعمل وصف وظيفي بعمل وصف إيه؟ وظيفي أول حاجة الوظيفة تاني حاجة العمل تالت حاجة الفئة رابع حاجة الدرجة يعني أنا بشوف الوظيفة دي إيه؟ العمل اللي هيتم داخل الوظيفة دي مين الفئة اللي هتشتغل الدرجة هحطه على أنهي درجة أولى تانية تالتة ربعة تمام نيجي بقى للوصف الوظيفي ايه هو تعريف الوصف الوظيفي الوصف الوظيفي هو عبارة عن كتابة وصف كامل للمهمات والوجبات يعني بكتب وصف كامل للمهمات والوجبات اللي هي ايه يكون بها شاغل الوظيفة وكذلك المؤهلات العلمية والمعملية المطلوبة يعني دلوقتي بعمل ايه بكتب ايه بكتب بوصف الوظيفة وصف كامل وايه المؤهلات المطلوبة يعني أنا عايزة دبلوم ولا سنوية عامة ولا معهد ولا باكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه تخصصه ايه الشهادة بتاعته ايه مهندس ولا فني ولا عامل لازم اعرف الوصف الوظيفي ايه من الوظيفة اللي هيبقى شغلها الشخص ده تحليل الوظيفة لازم اعمل تحليل الوظيفة ايه يبقى تحليل الوظيفة يشمل ايه بقى استقصاء السرد الكتابي الملاحظة والمقابلة يعني بعمل سرد كامل بعمل كتابة كاملة للوظيفة بتاعته النتائج الناتج الاول لتحليل الوظيفة ايه هو الناتج الاول لتحليل الوظيفة هو ايه وصف الوظيفة يعني اول حاجة بعملها في تحليل الوظيفة هو وصف الوظيفة لو وصفت الوظيفة صح هعرف اجيب الشخص المناسب لها ينقسم التوصيف الوظيفي الى بينقسم التوصيف الوظيفي الى بينقسم الى ايه تعالوا نشوف مع بعض ينقسم التوصيف الوظيفي الى المسمى الوظيفي ملخص الوظيفة المهام الرئيسية المعارف والمهارات المطلوبة للمنظم يعني الوصف الوظيفي بينقاسم الى ايه اول حاجة المسامة الوظيفة دي ايه ملخص الوظيفة يعني الوظيفة اللي هيشتغلها دي هيشتغل ايه بالزبط ايه هي المهام الرئاسية اللي هيكون بيها شغل الوظيفة المعارف المهارات المطلوبة يعني ايه المطلوب منه كمعارف ومهارات عشان يقوم بالمنصب ده العوامل الاربعة الاساسية في تقييم الوظيفة ايه هي العوامل الاربعة الاساسية في تقييم الوظيفة فنشوف مع بعض المهار المسئولية المجهود ظروف الوظيفة يبقى دول المهام الأربعة الأساسية اللي بعمل على أساسها تقييم الوظيفة المكسود بوصف وتحليل الوظيفة هو المكسود بوصف وتحليل الوظيفة هو أساس تحديد الأجور وغيرها من نواحي إدارة الأفراد يعني أهم حاجة عندي تحديد الأجور ونواحي إدارة الأفراد إدارة الموارد البشرية مثل الاختبار بعمل اختبار هعمل تدريب النقل التركية الأجور التشجعية دي اللي أنا بحطها في الوصف وتحليل الوظيفة نجيب على السؤال الثاني لوضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطئة نركز مع بعض ونقرأ العبارة كويس جدا قبل ما نجاوب وما نستعجلش في الإجابة بيقولي هنا من مزايا تطبيق الإلكتروني في إدارة الموارد البشرية توفير استخدام الورق يعني أنا بستخدم التطبيق الإلكتروني في إدارة الموارد البشرية عشان أوفر ورق يعني طرقتي بكتب بيانات العمال والموظفين اللي هيأكل لها عندي كموارد بشرية كإدارة على الكمبيوتر على في ملفات والملفات دي بحتفظ بها وقدر أغير في الملفات دي بسهولة على الحاسب أنا دلوقتي لما بيجي أكتب على الورق أنا بستهلك ورق كتير هعود أغير واحد ميشي واحد أخذ أجازة واحد اتنقل فما هغير الكوشفات كلها من أول وجديد لكن أنا لما يكون عندي الملفات دي موجودة على الكمبيوتر سهلة أو يعمل لها استرجاع سهلة اضحها هتبقى خطها واضح البيانات فيها واضحة لكن على الورق ممكن الحبر يروح يقع لي مية يبوز يمكننا أنها استهلكت ورق كتير فهل من مزايا تطبيق الإلكترونية في إدارة موارد بشرية توفر استخدام الورق تعالوا نشوف الإجابة طبعا إجابة صحية يبقى أنا كده بوفر على تكلفة على المؤسسة أو المنظمة أو الشركة بتاعتي نيجي نشوف تاني سؤال خطوات عمليات تخطيط الموارد البشرية خطوات عمليات تخطيط الموارد البشرية هي التأكد من تغطية احتياجات المنظمة من المواطنين يعني أنا من خطوات عمليات التخطيط إن أنا بغطي احتياجات المنظمة من الموظفين دي أساس يعني دي أهم حاجة في خطوات عمليات التخطيط تعالوا نشوف مع بعض إجابة طبعا صح لإن أنا أساسي إن أبعمل الخطة عشان أكفي الشركة عندي أو المنظمة عندي من الموظفين ما يبقاش عندي احتياج للموظفين لما بعمل إعلان الإعلان ده بعمله عشان أجيب موظفين للشركة بتاعتي أو عندي عجز في العمال فبجيب عمال جديد عندي عجز في الموظفين بجيب الموظفين إيه جدد فهنشوف السؤال البعضي طريقة الاستقصاء طريقة الاستقصاء تستخدم عادة لإتمام برنامج تحليل وتقويم الوظائف يعني أنا بستخدمها في تحليل وتقويم وتقويم الوظائف لسه مجاوبينه في أكمل في سؤال أكمل يبقى لإجابة إيه؟ صح لإني إيه أحد إيه؟ إيه نقاط تقويم الوظائف طريقة المقابلة تعطي طريقة المقابلة نتائج غاية في الدقة نتيجة المقابلة بتعطي المقابلة إيه طريق إيه؟ نتائج غاية في الدقة وحسن استخدام الوقت وتكون المقابلة مع الملاحظة هي المدخل المفضل يعني أنا المقابلة دي المقابلة دي بتدي غاية في الدقة إن أنا إيه؟ مع الملاحظة بستخدمها فيه؟ في تقييم الوظائف بستخدمها فين؟ في تقييم الوظائف هل ده صح؟ أه طبعا صح لأن هي تعتبر إيه؟ المقابلة مع الملاحظة بتساعدني في تقييم الوظائف السؤال بقى ده مختلف شوي توفي المقابلة معلومات يصعب الحصول عليها عن طريق الملاحظة المقابلة بتديني معلومات ماشي يصعب الحصول عليها عن طريق الملاحظة يعني أنا بوصل بالمقابلة بوصل بالمقابلة لمعلومات صعبة في الملاحظة ما بقدرش اوصل بيها هل الكلام ده صح؟ طبعا كلام صحيح ان المقابلة بتديني معلومات صحيحة بيصعب علي في الملاحظة ان أنا أشوف مواصفات شاغل الوظيفة مواصفات شاغل الوظيفة هو الحد الأقصى للصفات الإنسانية المقبولة الضرورية لتأدية العمل بشكل مناسب يعني من مواصفات شاغل الوظيفة انه هو الحد الأقصى للصفات الإنسانية المقبولة الضرورية لتأدية العمل بشكل مناسب كلام ده صح؟ طبعا غلط تمام؟ نجي للسؤال بعدين مواصفات شاغل الوظيفة هو المعيار للأفراد وتحديد الصفات المطلوبة لأداء العمل بشكل مقبول وهو دي مواصفات شاغل الوظيفة انه لازم يكون ايه؟ هو المعيار للأفراد وتحديد الصفات المطلوبة لأداء العمل بشكل مقبول طبعا إجابة هنا ايه؟ صح؟ لكن اللي قبلها كانت ايه؟ كانت غلط من أهم عناصر نجاح الموارد البشرية من أهم عناصر نجاح الموارد البشرية دعم الإدارة العلية للتخطيط يعني موارد البشرية عشان تنجح الإدارة العلية بتعمل لها ايه؟ دعم ماشي؟ دعم الإدارة العلية لايه؟ للتخطيط يعني إدارة العلية للتخطيط بتدعم الموارد البشرية طبعا إجابة صح لازم الهيئة كلها بتدعم بعضها عشان تنجح الموارد البشرية الدور التنفيذي لإدارة الموارد البشرية يسعى لربط الموارد البشرية بالأهداف الاستراتيجية يسعى لربط الموارد البشرية بالأهداف الاستراتيجية ده الدور التنفيذي لإدارة الموارد البشرية بيسعى لربط الموارد البشرية بالأهداف الاستراتيجية طبعا غلط الغاية من تخطيط الموارد البشرية هي التأكد من تخطيط احتياجات المنظمة من الموظفين يعني أنا الغرض من الموارد البشرية أن أنا بغطي احتياج المنظمة من الموظفين طبعا الكلام ده إيه؟ صح لأنه ده الغرض من الموارد البشرية أن أنا أغطي المؤسسة بتاعتي واحتياجها من الموظفين يبقاش عندي عجز في الموظفين نيجي بقى ناخد بقى سؤال من أسئلة المقالية بيقول لي إيه؟ ما هي طريقة تحليل عبء العمل للمصنع؟ مع توضيح بالمثال نركز أو في السؤال بيقول لي ما هي طريقة تحليل عبء العمل للمصنع مع توضيح بمثال؟ تعالي نشوف الإجابة أول حاجة إحنا بيقول لي طريقة تحليل إيه؟ عبء العمل تستخدم عندما يتطلب الأمر التعرف على الأعداد المطلوبة يعني أنا بحتاجها إمتى؟ لما أتعرف على الأعداد المطلوبة وكيفية تحديد القوة اللازمة من العمال لنهاء كم الإنتاج المطلوب إنتاجه يعني أنا دلوقتي عندي كم كبير من الإنتاج وعايز أحدد القوة العاملة اللي هتشتغلني اللي هتعمل لي المنتج ده اللي هتنفذ لي المنتج ده أنا محتاج أيدي عاملة قدية؟ محتاج كوة عاملة قد إيه؟ لازم أعمل إيه؟ إحصائية عشان أغطي الإنتاج اللي أنا هتطلعه نيجي ناخد مثال المثال هنا بيقول لي إيه؟ قررت شركة ما إنتاج 6,000 بلوفر يوميا علما بأن البلوفر الواحد يأخذ 20 ديئة لإنجاز وعدد الساعات اليومي 9 ساعات يعني أنا عندي 6,000 بلوفر وإيه؟ والبلوفر الواحد بيأخذ 20 ديئة وعندي هنا المصنع بيشتغل 9 ساعات وهناك ساعة راحة في اليوم يعني هو المصنع بيشتغل 9 ساعات وبيأخذوا راحة في اليوم ساعة يبقى كده المصنع بيشتغل كم ساعة؟ 8 ساعات في اليوم هو المصنع بيشتغل 9 ساعات وبيأخذ ساعة راحة في اليوم يبقى كده هنقص الساعة الواحدة دي من التسعة يبقى كده بيشتغل 8 ساعات متواصلة المطلوب تحديد حجم الكوة العاملة اللازمة لإنتاج 6,000 بلوفر يوميا أنا هاعمل عايزة إيه 6,000 بلوفر يوميا تعال نشوف هنحسابها إزاي مع بعض الوقت اللازم لإنتاج 6,000 بلوفر أنا عندي البلوفر الواحد بيأخذ 20 ديئة تمام؟ وانا عايزة أطلع 6,000 بلوفر في اليوم يبقى هقول 6,000 بلوفر فيه 2 هقسمه على 60 عشان يطلع لي بالساعة يبقى هاديني كم؟ هاديني 200 ساعة يعني فيه 20 دي خطأ من عندي يبقى إيه 6,000 فيه 20 على 60 هاديني 200 ساعة طيب عدد الساعة الفعلي للعمل للعامل في اليوم إحنا عندنا 9 ساعات ماشي هنقص منهم واحدة هيبقى 8 ساعات يبقى عدد العمال اللازمين للشركة يبقى بقول هاقسم 200 الـ 2000 على 8 هاديني 250 عامل يبقى أنا محتاجة لتنفيذ 6,000 بلوفر في اليوم 250 عامل تمام كده؟ عرفنا نحسابها ازاي؟ هو كده عايز عدد العمال اللي هتشتغل في اليوم عشان يطلعوا لي 6,000 بلوفر في اليوم عرف السؤال التاني بقول لي إيه؟ عرف التدريب وما هي أهميته؟ عرف التدريب وما هي أهميته؟ إيه هي أهمية التدريب؟ تعالوا بينا نعرف التدريب بيقول لي إيه؟ تعتمد كفاءة المنظمة وفاعلياتها بصفة مباشرة على مقدرة الأفراد فيه على أداء عماله إحنا قلنا إن التدريب ده أنا بعمله عشان أوصل العامل للمهارة اللي أنا عايزها في تقديد العمل بتاعي يعني أنا بوصل العامل في التدريب ده إن هو يوصل للمهارة اللي أنا محتاجة داخل التدريب يبقى دي فايدة التدريب إن أنا بعمل التدريب مش عشان أعمل إهدار في الوقت ولا في المال لأ أنا بعمل التدريب ده علشان أوصل بالعامل إلى أفضل ما يمكن عنده إن يديني أعلى طاقة عنده إن يديني أعلى إنتاج يديني أعلى جودة هو ده الغرض من التدريب يبقى تعتمد كفاءة المنظمة وفاعلياتها بصفة مباشرة على مقدرة الأفراد على أداء أعماله والحصول على هذه المقدرة يلحقون بتدريب وبصفة ضرورية للعملين إيه الجودة يعني أنا ما أجيب عمال جودة لازم أعملهم إيه تدريب علشان إيه ما شغلهمش كده من هو في العمل من غير ما أدينهم تدريب لأنا عايزة أدينهم تدريب عشان أقولهم أنتوا مطلوب منكم تنفذوا واحد اتنين ثلاث وعارف إيه المطلوب منه تنفيذه مش إن أنا بديله تدريب وخلاص أهمية التدريب ترجع إلى إيه؟ ليه؟ ليه أنا بدي التدريب ده؟ أول حاجة احتياج الأفراد لتدريب للكيام بأعباء الوظائف التي يشغلوها يعني أنا دلوقتي بدي التدريب ده عشان الأفراد اللي بيشتغلوا الوظيفة دي يبقوا عارفين إيه هي أعباء الوظيفة دي أو مطلوب منهم يعملوا إيه؟ يبقى أنا بعمل ده علشان أخاطر إن أنا اللي هيشغل الوظيفة دي بعارف إيه المطلوب منه في تنفيذ الوظيفة دي لأن الوظائف تتغير وأيضاً الأفراد لا يقومون بعمل واحد يعني عندي الأفراد مش كل واحدة يقوم بنفس العمل لذلك يمتقلون بين عدة وظائف خلال فترة عملهم يعني في حاجة اسمها ترقية يعني إنه هو في الوظيفة دي وترقى عشان يطلع وظيفة تانية فبالتالي إنه هو إيه هو في وظيفته عارف المطلوب منه فعشان يتنقل لوظيفة تانية لازم عمله تدريب عشان إيه؟ ما يطلع عن الترقية التانية يبقى إيه الوظيفة الأعلى يبقى فاهم متطلباتها إيه ويتطلب الأمر إعادة تدريبهم أو عندما يركون إلى وظائف إيه أخرى يعني يتلقوا يروحوا وظيفة تانية تطور التكنولوجي الصينوي طبعاً إحنا إيه؟ فيه أجهزة جديدة جات هدخل جهاز كمبيوتر في كل مؤسسة في كل قسم في المؤسسة عندي فلازم على الأقل يبقى فيه واحد في كل قسم بيعرف يشتغل على الكمبيوتر هدخل ماكينة جاهزة هتشتغل على الكمبيوتر لازم العامل اللي يشتغل على المكانة دي كن يعرف يشتغل على الكمبيوتر إيبقى أنا دخول التكنولوجيا الصينوعية لازم أكون بعمل إيه؟ تدريب علشان العامل اللي عندي ده يعرف يشتغل إيه؟ كويس تطور التكنولوجيا الصينوعية يتلتب علي إدخال عمليات جديدة مستحدثة للإنتاج يعني كده بدخل إيه؟ حاجات إيه؟ مستحدثة عمليات مستحدثة للإنتاج وقد تلغي بعض الوظائف وإنشاء وظائف جديدة تتناسب إيه؟ الإنتاج الحديث يعني أنا ممكن أعمل مسمى وظيفي جديد وألغي المسمى الأديم بناء على إيه؟ بناء على التكنولوجيا الحديثة اللي دخلت عدي إنشاء صناعات جديدة لم تكن موجودة قبل يتطلب مهارة معينة يعني جاء مع التكنولوجيا أو مع التطوير زهر الصناعات الجديدة عندي فالصناعات الجديدة دي بقى لها مسمى وبقى لها مهارة فلازم أعمل لها إيه؟ تدريب أو إن مثلا الصاحب المصنع عندي دخل حاجة جديدة يعني أضاف حاجة جديدة للمنتج مثلا قالك إيه؟ أنا هضيف مثلا جلد هزود جلد على المنتج بتاعي لو هو بيعمل فستان فهيطعمه بالجلد فمحتاج مكانة جلد هيدخل تطريز فمحتاج مكانة تطريز بديء اسمها صناعات جديدة أنا بعمل لها تحديث داخل إيه؟ المنتج بتاعي إن أنا برفع من شأن المنتج أو بغير في التصميم بتاعي كده إحنا خلصنا الجزء بتاع المراجعة بتاع الترمي الإيه؟ الأول وإن شاء الله بإذن الله هندخل دلوقتي على الفصل الثاني في المراجعة بتاعتنا هناخد الباب التاني هنتكلم فيه عن نظم الإنتاج في مصانع الملابس والتريجو هنتكلم فيه عن إيه؟ عن نظم الإنتاج في مصانع الملابس والتريجو داخل المصنع بيبقى فيه أولويات وفيها نظم فيه خطة أنا بحطها داخل المصنع إيه هي النظم دي؟ أو إيه هي اللي بيميز النظم دي داخل المصنع؟ هل نشوفها مع بعض كده؟ طبعا تنقسم العوام المحددة للإنتاج إلى مجموعتين يعني أنا عندي داخل نظم الإنتاج في مصانع الملابس الجاهزة فيه عندي عوامل هي اللي بتساعد على إن النظام ده يستمر العوامل دي بتبقى فيه تنقسم إلا مجموعتين هم بقولي إيه؟ اسكرهم تعالوا نشوفه أول حق عوامل داخلية يبقى تاني حاجة عوامل إيه؟ عوامل خارجية هنتكلم الأول عوامل الداخلية العوامل الداخلية هي إيه؟ هي العوامل التي تخضع لسيطرة الإدارة بدرجات مختلفة أي يمكن للإدارة في المنشأة أن تؤثر فيها بقراراتها وسياستها بدرجة متبينة يعني العوامل الداخلية دي هي العوامل اللي بتخضع إيه؟ للسيطرة يعني أنا دلوقتي داخل المؤسسة اللي هي داخل جوة المؤسسة بعمل إيه؟ سيطرة للإدارة بدرجات مختلفة ويمكن للإدارة في المنشأة أن تؤثر فيها بقراراتها يعني أنا بحط السياسة وبحط قرارات داخل المؤسسة بتاعت دي علشان أوصل إيه؟ إلى درجة أفضل في السياسة الداخلية أو تنظيم الإنتاج داخل المصنع أول حاجة المواد الأولية يعني إيه المواد الأولية؟ المواد الأولية اللي هي العوامل الخارجية اللي بتأثر على إيه؟ بتأثر على الإنتاج إذا توفرت المواد الأولية فإنها تؤدي إلى زيادة الإنتاج المواد الأولية اللي هي إيه؟ اللي هي الخامات الأساسية أو المعدات الأساسية أي حاجة بتساعدني بتساعد العامل إن هي يزود في الإنتاج فأنا بقول عليها إيه؟ المواد الأولية المواد الأولية اللي هي توفير المواد الإنتاجية اللي بتأثر على الإنتاج عشان تساعد في إيه؟ تزيادة الإنتاج تاني حاجة التكنولوجيا المستخدمة التكنولوجيا المستخدمة بتشمل ايه التغيرات في المعدلات يعني معدلات ايه معدلات استخدام التكنولوجيا انا عندي هنا فيه معدات فيه الات كانت الات يدوية وبعد كده بقيت استخدم ايه التكنولوجيا فيها ولازم تكون الالات اللي انا باستخدمها في التكنولوجيا بتساعد في زيادة ايه الانتاج يعني كل ده بيدخل لي فيه مرحلة ايه زيادة الانتاج ثالث حاجة تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات يعني ايه؟ عشان انجح ادارة العمليات في تحسين اسلوب الانتاج بوفر المعلومات الكلية لتنفيذ مهام العمل يعني بعمل ايه؟ توفير للمعلومات اللي دخلاني عشان اقدر انفذ مهام العمل رابع حاجة بيئة العمل ظروف العمل يعني ايه بيئة العمل وظروف العمل؟ يقصد بزروف العمل دي كل ما يحيط العامل من ظروف طبيعية او صناعية يعني كل اللي يحيري من الظروف طبيعية او صناعية داخل المؤسسة يعني البيئة بقول عليها بيئة العمل نفسه زي ايه؟ زي درجة الحرارة التهوية طبعا انا احنا قلنا ان انا في الأول خلص في الباب الأولاني ما لازم اكون موفرة بيئة بيئة صالحة للعامل عشان نقدر أخذ منه إيه انتاج جيد فلازم يكون بيئة العمل وظروف العمل مناسبة للعامل يعني إيه درجة الحرارة يعني ما يكونش بيشتغل في مكان درجة حرارة فيه عالية مش هيقدر يديني انتاج عالي التهوية المكان لو مفوش تهوية مش هيقدر يتنفذ مش هيقدر يشتغل كويس هيحصل له مشاكل صحية التبريد ما يكونش فيه نسبة رتوبة عالية ما يكونش مكان سائع قوي ورطبته عالية جدا فالعامل عندي يصب المرض الإضاءة لا تكون ضعيفة ولا تكون شديدة بحيث أن العامل يقدر يشوف المنتج ويقدر يشتغل كويس دي العوامل اللي بتأثر على إيه الانتاج عندي وبتأثر على إداء العامل فبالتالي أن هي إما بتبقى العوامل دي إما بتديني سلبية إما بتبقى إيه إيجابية يعني لو هي مناسبة للعامل هتبقى إيجابية بالنسبة للعامل لكن لو مش غير مناسبة هتديني إيه انطباع سلبي على العمل فمش هيقدر يديني إنتاج إيه جاية نيجي الرابع حاجة بيئة العمل وظروف العمل داخل الوحدة الإنتاجية بيئة العمل دي إحنا قلناها ترك أداء العمل ترك أداء إيه العمل العمل ده بيتم إزاي أو ترك الأداء إزاي تحتاج إلى إيه المراجعة الدائمة يعني لازم أعمل مراجعة دايما إيه نتجنب العمل الغير ضروري يعني دلوقتي ممكن يكون أنا بدي ما اشتغل في المنتج أخدت أولدر إن أنا هعمل المنتج ده بعد ما خلصته محدش إداني أوردر إن أنا أنهيه فبالتالي إيه أنا بستمر طب هو انتهى ما أنا كده بعمل إيه تهدير للإنتاج يبقى أنا كده إيه لازم أبقى فيه متابع عشان إيه عشان تقليل الفائد الفاقد والوقت والجهد والتكلفة يبقى لازم أعمل إيه أعمل مراجعة دايما على العمليات اللي بيقوم بيها إلعب رقم 6 عملية الإنتاج عملية الإنتاج اللي هي إيه تتابع وانسياب عمليات الإنتاج يعني فيه المراحل اللي بتالوا بعضها في عملية الإنتاج بالإضافة لإيه درجة الإوتوماتيكية اللي هي إيه المكان اللي بيشتغل آني أو أوتوماتيك ونسب المزاء المسج بين العناصر الإنتاجية وبالتالي يؤثر على معدل إنتاج المشروع يعني أنا لازم أعمل إيه تتابع ترك التتابع بتاعة إيه بتاعة عمليات الإنتاج هل العمليات الإنتاج متسلسلة مع بعضها علشان أوصل لإنتاج إيه جيد رقم 7 المنتج طبعا أنا دلوقتي هطلع لي منتج المنتج ده لازم يكون إيه بمواصفات معينة أنا عايز المنتج بالمواصفات دي زي ما العميل طالبهم يبقى ما ينفعش أعمل المنتج ويطلع بمواصفات مختلفة يبقى أول حاجة يمكن تحسين الإنتاجية ليس فقط بتحسين مواصفات المنتج ولكن بتاعة إيه بإيه تشمل توفير المنتج في المكان المطلوب يعني أنا دلوقتي عملت منتج ما ينفعش إيه أحق المنتج ده أنزله في مكان مش مطلوب فيه المنتج لازم يكون المنتج ده مطلوب في السوق مش بعمل منتج وخلاص لأ لازم يكون المنتج ده مطلوب في السوق مش هنزله بعد كده رجع لي مرتجع لأنه هو مش مطلوب لازم يكون فيه حاجة اسمها عرض وطلب المنتج طول ما هو فيه طلب عليه أعمل أشتغل عليه لكن المنتج مالهوش ما فيش طلب عليه لأ ما نزلهوش لأنه كده ده إهضار للمال العام للمؤسسة أو المنشاة عندي بعد كده تدريب القوة العاملة وده إحنا أساسا إحنا كل شغلنا دلوقتي عاملين نتكلم عن إيه تخطيط الموارد البشرية التدريب مهارات العامل يعني لازم يبقى ده حاجة قصية أن إحنا بنتكلم لهم نحطها في كل حاجة أنه إيه تدريب إيه القوة العامل تدريب القوة العاملة وخلق مهارات فنية لازم يكون عندي التدريب ده عشان أعمل إيه أعمل مهارات فنية أنا بعمل تدريب ده ليه عشان أوصل ليه الموظف أو العامل عندي إلى المهارة المطلوبة وتخفيض حجم التالف يعني دلوقتي لما بعمل تدريب للعامل بقلل التالف عندي بزود في الإنتاج بحسن من جودة المنتج فبالتالي بيئيه السعر عندي بيعلى الدخل الأرباح عندي بتزيد ده كل اللي يهمني في إيه فيه لما ما أوصل لمستوى إيه مستوى إنتاجية عالية يبقى أنا بعمل التدريب ده عشان أوصل لمستوى إنتاجية إيه عالية وأقلل من التالف والخاسر والوقت اللي ضايع والمجهود كل ده أقلل غي مبقاش موجود الطاقة الإنتاجية للمكان والمعدات الطاقة الإنتاجية للمكان والمعدات يعني الكهرباء المعدات الموجودة الصيانة بعمل صيانة دايماً للمعدات دي استغلال طاقتها الإنتاجية إزالة مناطق الإختناق كلها تأثير مباشرة على إيه على الإنتاجية يعني لازم أكون موفر في الطاقة بعمل صيانة دايماً للمكينات باستغل الطاقة الموجودة داخل المكان بحيث إن أنا مبقاش عندي أي إخلال أو تأثير في الطاقة الموجودة أو بهضر في الوقت أو في الجهد أو في الطاقة الزائدة بعد كده عندي الصيانة وإحنا قلنا الصيانة دي حاجة أساسية للماكينات والمعدات أنا من غير الصيانة دي ما أقدرش أعمل إيه ما أقدرش أستمر في الإنتاج يعني لازم فيه صيانة للمعدات صيانة يومية صيانة إسبوعية صيانة شهرية لازم يكون فيه صيانة للمعدات دي طبعاً الصيانة الروتينية الوقاية للألات والمعدات وعدم التوقف المفاجئ يعني ما حصلش وانا بشتغل إن الماكينات توقف ممكن الماكينات توقف أنا بشتغل لو الإبرة كسرة دي حاجة غزباً عني لكن ما ينفعش الماكينات توقف لإن السلة تقطع المطور عايزة زيت الزيت ناقص ما فيش زيت في الماكينا ألاقي الماكينات بتطلع الخط فيه رويش أو فيه وسائخة فلازم يكون فيه صيانة دايما للماكينا بحيث إن أنا أثناء العمل ما حصلش توقف ما حصلش تعطيل في الإنتاج بعد كده عندي النظام الإداري النظام الإداري اللي هي إدارة الموارد البشرية اللي احنا بنتكلم عنه اللي يومها المسؤولين عن العمال والموظفين طبعاً دي تقع تحت سيطرة مين المنشأة والعنصر الأساسية لازيقاً على عاطقه مهمة التخطيط وتنظيم الإنتاج ومرأبته من ناحية ناحية نوعية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه يعني النظام الإداري ده هو اللي بيحط لي الموعيد الحضور والانصراف مرأبة العمال المنتج مرأبة الجودة للمنتج بيحطوا كواعد أساسية على أساس إيه؟ إن العمال والموظفين هيمشوا عليها داخل إيه؟ داخل المنظمة وبقى فيه نظام للعمل مش هيبقى العمل مثلاً ماشي كده حجم الوحدة الاقتصادية واقتصاديات الحجم يعني إيه حجم الوحدة الاقتصادية واقتصاديات الحجم؟ هو ارتفاع إنتاجية العمل المتمثلة بين خفاض وارتفاع التكاليف يعني دلوقتي أنا بعمل منتج المنتج ده يئما بيرتفع يئما بينخفض وده بيرجع لإيه؟ لكمية المنتج اللي بتطلعلي في اليوم أو تكلفة المنتج أو في زيادة أو في نقصان في إيه؟ في المنتج أثناء التنفيذ فهي بده متحكم بإيه؟ في الناحية الاقتصادية يئما يبقى فيه انخفاض يئما يبقى فيه ارتفاع وطبعاً ده بإيه؟ تكلفة الإنتاج نفسه يعني تكلفة المنتج نفسه هل المنتج عندي بيكلفني كتير ولا بيكلفني قليل؟ ده لازم تكون فيه فيه كياس وفيه حسابات للتكلفة بتاعة المنتج ده بعدك أنا عندي رأس المال العامل رأس المال العامل يعني رأس المال العامل ده اللي هو إيه؟ اللي هو توفير كافة عناصر الإنتاج يعني أنا بوفر للعامل كافة عناصر الإنتاج عشان نقدر يعملي المنتج ده بعدكده عندي توفير الموارد الأولية الجيدة يقلل من الفاقد والهادر في الإنتاج يعني أنا لما بوفر مواد أولية جيدة اللي هي المواد الأساسية اللي بحطها في المنتج بيقلل من الإيه؟ من الفاقد والهادر في الإنتاج نيجي النقطة اللي بعديها الترتيب الداخلي الجيد للمصنع الترتيب الداخلي الجيد للمصنع يعني إيه الترتيب الداخلي الجيد للمصنع؟ يعني أنا مرتبة الماكينات مرتبة المعدات بإيه؟ لتتابع العملية الإنتاجية يعني بعمل إيه؟ بعمل ترتيب للمعدات والآلات عشان يبقى فيه تتابع للعملية الإنتاجية عشان الإنتاج عندي يطلع بإيه؟ بطريقة سليمة بيطلع بطريقة سليمة وسهولة حركة وددفق المواد الخام على خطوط الانتاج يعني انا دوالة المواد الخام ماشية على سيره مثلا وانا العامل بياخد الخام او المنتج اللي هو عايزه ويقدر ينفذ المنتج بتاعه بصور اخر حاجة التخزين الجيد للسلع الجاهزة والمواد الخام يقلل من التالف والفاقد منها يبقى عندي التخزين الجيد للسلع بيقلل ايه يعني انا بعمل تخزين جيد للسلع دي بيقلل ايه بيقلل ايه المواد بيقلل من التالف والفاقد منها يبقى عندي تالف كتير ولا هفقد خامات كتير لو انا عندي تخزين جيد كده احنا تكلمنا عن ايه عن عوامل العوامل الداخلين تكلمنا عن ايه العوامل الداخلية هنتكلم عن ثانيا العوامل الخارجية ثانيا العوامل ايه الخارجية العوامل الخارجية بقى هي هي العوامل ذات التأثير في الانتاجية والنباعة اساسا من ظروف البيئة المحيطة يعني دي البيئة المحيطة بيه بتأثر على ايه متأثر على الانتاجية اللي بتأثر على ايه على الانتاجية ووضعها والتي لا يتوفر لإدارة عليها ركابة أو تأثير فهي خارج نطاق سيطرة الإدارة في المنشأ يبقى أنا عندي هنا العوامل التي تؤثر في الإنتاجية واللي هي التابعة أساساً من ظروف البيئة المحيطة للعمل البيئة المحيطة إيه للعمل وأوضحها والتي إيه لا يتوفر للإدارة علي ركابة أو تأثير تأثيرها يعني دلوقتي الإدارة ما تقدرش تحدد أو تقصها أو إيه تراكبها تعمل لها مراكبة لأن دي ظروف بتبقى خارج عن نطاق إيه نطاق المؤسسة نفسها ما بتقدرش إيه تسيطر عليها ما بتقدرش تسيطر عليها في المنشأ أول حاجة في العوامل دي عندي العوامل الطبيعية طبعاً إحنا عارفين يعني إيه عوامل طبيعية لتوفير المواد الأولية والعوامل المناخية الرطوبة والأمطار والرياح ودرجات الحرارة تساهم بهذا القدر أو ذلك في رفع الانتاج يعني لو المواد موجود الأولية العوامل إيه الداخل إيه المناخية العوامل المناخية إيه إيه الرطوبة طبعاً إحنا عارفين أن الرطوبة دي ممكن تأثر بالنفع على المواد الأولية ممكن تأثر بالضرر على المواد الأولية الأمطار طبعا لو انا مش مخزنها الخمات بتاعتش كويس وحصر مطر فالمطر بيأثر على الخمات دي فممكن يسيبها الرياح ودرجات الحرارة تساهم بهذا القدر او ذلك في رفع الانتاجة تاني حاجة عندي اسمها الطاقة تشكل الطاقة احد العوامل الرئيسية للتكاليف الانتاجية وان اسعارها تنعكس على الانتاجية فارتفاع تكاليف الطاقة يزيد من تكاليف الانتاج ويؤثر سلبا على الانتاجية والعكس صعيد يعني دلوقتي لو الطاقة عندي زادت ماشي؟ بتزود في التكاليف لو قلت بتقلل في التكاليف فلازم استغل الطاقة الانتاجية بتاعتش ثالث حاجة للنظام الاجتماعي اللي هو سلوك الافراد وطبعا سلوك الافراد ده بيأثر بالسلب على ايه؟ على المنتج بتاعه اللي هو عدم احترام الوقت اللي هو بيحترمش الوقت عدم الجدية في تطبيق القوانين واللوقات التنظيمية ضعف واعي المجتمع باهميته وزيادة الانتاج اخر حاجة هنتكلم عنها اللي هي النظام الثقافي والتعليمي اللي هي مدى توفر مؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهني التي تؤهل العاملين لسوق العمل يعني المؤسسة دي بتوفر ايه؟ دي العملية التعليمية ومراكز التدريب اللي هي بتساعد العمال ان هم يبقوا متفوقين او عندهم مهارة في العملية التعليمية احنا هنتوقف عند النظام الثقافي والتعليمي والحلقة القادمة هنكمل بقية العوام الخارجية اشوفكم على خير ان شاء الله اتمنى ان انتوا تكونوا توافقتوا اليوم ووصلكم معلومات مفيدة واتمنى لكم التوفيق والنجاح اراكم على خير الحلقة القادمة ان شاء الله